ننتقل للحديث عن أعمال الباطن في التلاوة وهو بيت القصيد ما هي المشاعر التي ينبغي أن تختلجها في قلب وصدر الإنسان وهو يقرأ القرآن الكريم كي يرتقي من القراءة التقليدية إلى القراءة الواعية التي تتفاعل مع النص القرآني تتفاعل مع الكلام وتأثر به وبالتالي ننتقل هذا التأثر من القلب إلى الجوارح أولا فهم عظمة الكلام وعلوه وأن الله عز وجل تكرم من عالي سمائه أن يخاطب هذا الإنسان الضعيم المعزول في نقطة صغيرة من الكون يعني لو قارنت هذه الكرة العرضية مع الشمس واحد على 25 مليون الشمس أصغر النجوم في مجرة درب التبانة مجرة درب التبانة واحد من مليارات المجرات في السماء الدنيا والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كحلقة ملقاة في فلات السماء الثانية بالنسبة للثالثة كحلقة ملقاة في فلات السماوات السبع بالنسبة لعرش الله عز وجل كحلقة ملقاة في صحراء فكم نساوي نحن نساوي شيء ومع ذلك تكرم الله عز وجل وخاطبنا وأرسلنا رسالته وخاطبنا بكلامه سبحانه وتعالى الله عز وجل تكرم من عالي سمائه وتفضل على الإنسان وخاطبه ورغم أنه أصغر المخلوقات أنتب أشد خلقنا بالسماء بناها طفع سمتها فسواها الإنسان لا شيء ومع ذلك الله عز وجل خلقه فلينظر الإنسان ومما خلقا مما أندافق يخرج من بين الصبر والطراب إنه على رجعه لقابر الإنسان ضعيف جدا وقليل جدا وصغير جدا ومع ذلك الله عز وجل تكرم وخاطبه فينبغي أن يكون في قلب الإنسان أن يدرك من ضآلة نفسه ونفس الوقت عظمة الذي يخاطبه وهو الله عز وجل هذا وأيضا أنت لو أخذت جاءتك رسالة من أستاذك أو مسؤولك أو مديرك تأخذ الرسالة وترتجف وأنت تقرأها كيف إذا علمت أن الرسالة جاءتك من ملك الملوك سبحانه وتعالى جاءتك من الله عز وجل طبعا ينبغي أن تكون على هيئة غير الهيئة التي نقرأ فيها القرآن عادة في قمة الهيبة والخشية والخوف والاستعداد للتلقي من الله عز وجل إذن فهم عظمة الكلام وعلوه التعظيم للمتكلم فالقال كما ذكرنا قال عند البداية بتلاوة القرآن ينبغي أن يحضر في قلبه عظمة الله عز وجل ويعلم أن ما يقرأه ليس كلام البشر وإن في تلاوة كلام الله غاية الخطر إنه سبحانه قال لا يمسه إلى المطهرون كما أن فكما أن ورق المصحف محروس عن ظاهر بشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا لا يمسه إلى المطهرون فباطن معاني أيضا بحكم عزه وجلاله محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس ومستنير بنور التعظيم والتوقير وكما لا يصلح لمس جل المصحف كل يد فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لنيل معانيه كل قلب كما يقول الغزالي فطهر قلبك الله عز وجل ينور بصيرتك ويفتح عليك من معاني القرآن ما كان محجوبا عنك أيضا من الآداب حضور القلب وترك حديث النفس قيل في تفسير يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عند قلاءته منصرف الهم إليه عن غيره فقيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء تفكر بأشياء أخرى أنت تقرأ القرآن فقال أي شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث نفسي به هل يوجد شيء أعظم من القرآن حتى أفكر أنا كل تفكيري منصف في القرآن فكان بعض السلف إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها حاضرا أعادها مرة ثانية طيب كيف تظهر هذه الصفة أن كل تركيز في التلاوة والتفكر قال هذه الصفة تتولد عما قبلها من شعور التعظيم لما يكون عندك شعور تعظيم لله عز وجل وإرادة التلقي منه سبحانه وتعالى قال تتولد عن ذلك هذه الصفة وهي الانصراف عن الشواغل وصب الهم فيما هو بين يدي يقول الغزالي فأن المعظم للكلام الذي يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه ففي القرآن ما يستأنس به القلب إن كان التالي أهلا له فكيف يطلب الانص بالفكر في غيره وهو متنزه ومتفرج يعني كل السعادة وكل السلاوة النفس وحلاوتها في القرآن الكريم فكيف تتسلى بغيره ونفسك تستريح في غيره نعم الرابعا الأدب الرابع التدبر قال التدبر يكون وراء حضور القلب الآن القلب شعرنا بتعظيم الله عز وجل وحضر القلب بعد ذلك يكون التدبر قال وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القرآن ولكنه يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبر والمقصود من القراءة التدبر ولذلك سن فيه الترتيل في الظاهر يتمكن من التدبر في الباطن يعني الترتيل الظاهرة وصوت الجميل بنفس الوقت تفكر وتتدبر قال علينا رضي الله عنه لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا في قراءة لا تدبر فيها وقال وإذا لم يتمكن من التدبر إلا بالترديد ردد فعن أبي ذر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها عن طول الليل يعيد الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز والحكيم بعد التدبر يأتي التفهم إذا المرحلة الخامسة التفهم وهو أن يستوضح كل آية من كل آية ما يليق بها يحاول يفهم كل آية ما الرسالة الموجودة في هذه الآية وما الهدف الموجود في هذه الآية وما الأدب الموجود في هذه الآية وما التوجيه الموجود في هذه الآية إذا القرآن يجتمل على ذكر صفات الله عز وجل وذكر أفعالي وذكر أحوال الأنبياء عليهم السلام وذكر أحوال المكذبين لهم وأنهم كيف أهلقوا وذكر أوامر الله وزواجره وذكر الجنة والنور فلا بد من تفهم كل ذلك أما صفات الله كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات ينكشف له أسرارها فتحتها معاني لا تنكشف إلا للموفقين أما فعاله سبحانه وتعالى كذكره خلق السماوات والأرض وغيرها فليفهم تاج القرآن منها صفات الله الفعل يدل على الفاعل تدل عظمته على عظمته فينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل أنا لما أقرأ أنا آيات خلق الله عز وجل يستشعر قلبي عظمة الخالق سبحانه وتعالى عظمة المبدع المصور كما ذكرنا أيضا في التفكر التفكر في كتاب الله المنظور وهو الكون والآن التفكر في كتاب الله المقرؤ تماما قال فمن عرف الحق رآه في كل شيء إذ كل شيء فهو منه وإليه وبه وله ومن عرفه وعرف أن كل شيء ما خل الله باطل وأن كل شيء هالك إلا وجهه فليتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى عجب العجائب وهو الصفة التي منها صدرت الأعاذي الأعاجيب فلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصانع سبحانه وتعالى كلام رائع حبذا لو الإخوة يفتحون الكتاب ويتابعون معنا ويتأمل هذه المعاني الرائعة أيضا ترى في القرآن أحوال الأنبياء عليهم السلام فإذا سمع منها كيف كذبوا وضربوا وقتل بعضهم وسمع نصرتهم في آخر الأمر فهم فهم قدرة الله عز وجل وسنته في نصرة الحق وإذا قرأ عن أحوال المكذبين كعاد وثمون وما جرى عليهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوة الله عز وجل ونقمته وليكن حظه منه الاعتبار في نفسه وأنه إن غفل وأساء الأدب واغتر بما أمهله الله عز وجل فربما تدركه النقمة وتنفذ فيه القضية وكذلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ما في القرآن فلا يمكن استقصاء ما يفهم منه لأن ذلك لا نهاة له وإنما لكل عبد بقدر رزقه